والبداية مع ما تحدثت عنه صحف العالمية من سماح الدولة التركية لقادة كتيبة أزوف التي تصنفها موسكو على أنها إرهابية سمحت لهم بالعودة لأوكرانيا بعد هذا الاجتماع الذي دام قرابة الساعتين ونصف بين كل من رئيس أردوغان ورئيس الأوكراني فلادمير زينينسكي في مدينة إسطنبول بتركيا هذا اللقاء الذي تبع بقوة من قبل السوشيال ميديا وأيضا من قبل الإعلام العالمي هذا التصرف نجم عنه تنديد روسي كبير متحدث باسم الكريملين خرجه ليقول بأن تركيا خرقت إذن الاتفاق الذي تم برعايتها بين كل من روسيا وأوكرانيا من أجل تبادل الأسرة أشار الكريملين أنه بمجب هذه الاتفاقية كان من المفترض أن يظل هؤلاء القادة في تركيا إلى أن ينتهي الصراع دائر الآن في أوكرانيا بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا ما حدث من قبل تركيا بما وقع من قبل فلادمير بوتين بعد هذا الاتصال الذي جمعه بأردغان بعد نهاية حالة التمرد التي قامت بها ميليشيا فاغنر تبعنا خلالها قيام القوات الروسية بقصف إدلب ما اعتبره البعض طعنة في ظهر أردغان من قبل فلادمير بوتين الآن يتحدثون عن قيام أردغان بتسليم هؤلاء القادة لدولة أوكرانيا وأن هناك حالة من حالات الغضب لدى الدولة الروسية جراء تصرف أردغان الأخير اشتركوا في القناة